أرحب هنا بضيفي سعادة فؤاد شهاب دندن سفير لبنان في دولة الإمارات أهلا ومرحبا بك سعادتك سعداء بوجودك معنا هنا صباح خير استي سهيل وأنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم ربي يحييك يعني عشر سنوات مرت على هذه القمة العالمية التي تنظر دائما للمستقبل تناقش المستقبل تستعجل هذا المستقبل قبل أوانه سعدتك اليوم بنظرة سريعة لهذا المستقبل فيه الكثير من الأمور الإيجابية بعض الأمور السلبية ما أكبر هذه التحديات التي تشاهدها برأيك لهذا المستقبل بداية اسمح لي وجه وتقدم بالتعازي لكل إخواننا في تركيا وسوريا على مصابهم الجلل ونسأل الله أن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويفرج عن المنكبين والمشردين مثل ما بتعرف العالم كليته عم بيعاني من أزمات عديدة فيه تحديات عم بتواجه كل دول العالم اليوم دولة الإمارات كانت تصباقة دائما بيجمع كل أحبئة على أرضها الطيبة لتجمع كل أصحاب القرار والدراسات اللي عم بيعملوها كل المختصين بكل المجالات على أرضها لتناقش هالتحديات اليوم وجودنا نحن هون بها الكمة هو دليل على المشاركة لنستفيد من خبرات الآخرين فيه تحديات كتير يعم بتواجه العالم ومن أهمة التغيير المناخي اللي كليتنا عم نتأثر فيه وأنا باعتقادي هالكم هي تحدير لكل هالدراسات اللي عملت والطرق لتخفيف من انبعاثات القربون على الأرض لحتى اللي تخف من التأثير على السلبي على البيئة بشكل عام وفيه عدة محاور ما شاء الله هالمكمة بتحتوي على جميع الأمور والموضوعات اللي تتهم كل الدول من كل المجالات سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو حتى بالتكنولوجيا في عدة محاور تهتم بهذه الشؤون فنحن جدا ساعدين أن نكون موجودين عم نقدر نستفيد ونفيد من خبراتنا بهالمجلية العدل بالكلام ساعدتك عن الاستفادة والإفادة اليوم أهمية وجود منصة يتم فيها تبادل الخبرات اليوم لدولة سين خبرة في موضوع معين لدولة عين مثلا خبرة في موضوع آخر الجميع يلتقي هنا في دولة الإمارات ويتم طرح هذه الخبرات ومشاركتها أهمية مثل هذا الموضوع أن يتم في منصة ترى فيها الجميع كل الأصدقاء وكل المعارف أكيد اليوم أنت عم بتتعامل مناسبة ليلتقوا كلها الأصحاب الاختصاص وأصحاب القرار على تحت سقف واحد ليتناقشوا في عدة محاور بتطرح المشاكل وبتطرح الحلول ولكن في محاور عم بتكون جانبية على هامش هذا المؤتمر اللي الدول المعنية عم بتتحاول تتصل ببعضها وتشوف كيفون يساعدوا بعد وهذه الأمور جدا فعالة وبتفعل وجود هالأشخاص على هالقمة هاي لحتى يقدروا يتبادلوا الخبرات والمعلومات لحتى بالنهاية يوصلوا النتائج المرجوة اليوم أنا باعتقادي قد ما فيه عدد كبير من المحاور أنا برأيي لازم نعمل مؤسسات يعني لكل محور يكون فيه مؤسسة تنظم الأعمال والأفكار اللي انطرحت بهذه المحاور لحتى تصير تعمل لنا عملية تطبيق وينتج عنا كل الأشياء اللي لازم كل الطبق أول لحتى تقدروا توصل للنتيجة المرجوة يعني من مهمة المضمون المحتوى اللي موجود بهذه المحاور فعلا فينا ناخد مننا العبر وننفذ المقترحات الموجودة يعني اليوم لنا تقريبا يوم ونص بالمؤتمر بلش مبارح يوم الأحد في عدد جلسات كانت موجودين فيها واليوم ما شاء الله في كتير طروحات عم بتتنقشها فعلا فيها قيمة جدا عالية لحتى كل واحد مننا يستفيد منها وهي منصة نسعد فيها وتسعد دولة الإمارات برؤية الأصدقاء والأشقاء والاستفادة من خبرات الجميع كنت معنا سعادة فؤاد شهاب دندن سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة شكرا جزيلا لك سعادتك شكرا لك